اهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة في فيديو جديد مع راشا مراد والنهاردة هنتكلم عن برج دايما بتسأل عنه لان هو اتراكتف كتن وليه معجبين كتير قوي قوي وبرج غامض 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 وعندما يسكر الغموض لازم نسكر البرج ده اكيد عرفتوه فالنهاردة هنتكلم عن رجل البرج ده هنتكلم عن ازاي نتعامل معاه وخاصطه لو احنا معجبين به او بنحبه وايه اهم الصفات اللي لازم نعرفها عنه لو احنا بنحبه وفي علاقة معاه عطفية طبعا انا بتكلم عن رجل برج العقرب الغامض الجذاب جدا 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 انا بشوف ان رجل برج العقرب من اكتر الرجال الجذابة كان فيه فيديو نعملته الرجال اكتر جاذبية على الفيسبوك اعملوا صورش عليه وشوفوا ترتيب رجل برج العقرب فانا بشوفوا وانا وفدت طب يعني هو رجل برج الحمل بيتربعه على العرش وعلى قمة الجاذبية طيب ايه الحاجات اللي لازم اعرفها كشخص مرتبط برج برج العرب او كبنت يعني او ست يعني كالعادة بليز متنسوش تابعوني على السوش الميديا على انستجرام وعلى الفيسبوك وتقولوا بتفرجوا عليهم من فين وانتو برجية او والله عندي عين وعين عشان في حد ده لايف وحادي كاتب لي انت عندك عين وعين وحياة ربنا عندي عين وعين طيب رجل برج العقرب اولا انا بشوف ان هو راجل اتراكتو جذابي يا جماعة ليه بقى عشان هو شخصية قوي شخصية قوية شئنا او قبعينا هو ليدر بيعرف ازاي يقود وبيعرف ازاي يوصل اللي هو عايزه بمنتهى السلاسة بمنتهى الشياكة بمنتهى الهدوء هو راجل خجول مش زي يعني ست العقرب اكثر جرأة من راجل العرب لا الراجل العرب راجل خجول جدا على فكرة بيتكسف اوي اوي كمان هو حنين 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 ممكن اعود اقول بقى حنين كده من هنا لحد بكرة الصبح هو من اكثر الرجالة حنية يعني عارفين انتو الاغنية بتاعة حسين الجسم اللي هو بيدلدق حنان البرج العرب بيدلدق حنان يا جماعة اه بروتاكتف اوي اوي يعني ايه بروتاكتف يعني هو لما بيحب حد بيعرف يحميه بيحب بيبقى في كنفه في حمايته في الدائرة بتاعته فلما لو هو بقى بروتاكتف معاك وبدأ يسأل عن تفاصيل تفاصيل تفاصيلك اعرف ان هو مهتم بيك لانه هو من الابراج اللي ما بيحب حد بيبقى خلاص عايز يحوط عليه عايز يقفل عليه لانه هو شكاك جدا برج العرب او ده من اكتر الرجالة شكا شخص شكاك جدا جدا غيور بقى من هنا لحد بكرة الصبح ومن اكتر الابراج غيرة غيور غورة غورة غري غيور غيرة جنونية بعدين عنده حب امتلاك عنده حب للسيطرة يعني هو بيحب حد يبقى بتاعه عارفين ترقوني بتاعتي 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 انا دي معمولة لبرج العرب فلو انت تتبطي او اتجوزتي او حبيتي راجل برج العرب يعرف ان انت بتاعته 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 ليه هو بس ليه هو فقط يعني عنده حب امتلاك وحب سيطرة بيحب يعني هو بيحب تفاصيل كتيرة بعدين هم الابراج اللي عندهم حتة الانفستيجيشن يعني هم تحسن هم حقق كنا في نفسه كده ينفى اشتغل مع جهاز المخابرات في العالم كله هيبقى مفيد جدا جدا لان هو بيقعد يحقق ويمقق ويدور ويعمل يعني مثلا تقولي له انا خارجة وتفاكرة ان تقولي له انا خارجة ده عادي همواسك كده تعليلي كده يا ماما تعليلي خارجة فين ومع مين وليه وعشان ايه وهتخرج الساعة كم وهترجع الساعة كم وفيه تنقلات في الخروجة ولا لأ ومين خارج معاك ومن صحابهم من اخواتهم من ولاد عموهم هو بيحب التفاصيل الكتير يعني لو خاصة لو مهتم برج العرب بيتهم بالخموض هو غمض يعني هو من اكتر اكتر رجالة الغمضة اللي انت هتتعاملوا معها في حياتهم في حياتكم راجل غمض جدا جدا ما بيبينش مشاعره بسهولة بيعرف بزكاء حد جدا يخبي مشاعره يعني هم بيعرف ازاي يخبي مشاعره ما بيبينش مشاعره حقيقية راجل زكي زكي جدا جدا دمه خفيف اوي اوي بيحب الهزار بيحب المرح ما بيحبش النكت يعني هو مش shin dramatic يعني حساس اوي اوي يعني مش بيبين مشاعره يعني ممكن ميط دايق ببينش مشاعره هو من الابراجل بيعرف يخبي مشاعره بطريقة مش طبيعية ويتهم بالبرود انا عندي نص صحابي عربي يا جماعة بتهمهم بالبرود يعني هو من بعيد بييكون بارد ويتهم بالبرود بس هو مش بارد خالص ده هو بيشعل النار يعني عارفيني Movie Latour نار 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 هو برج العرب ده نار 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 يعني هو زيه زي الابراج النارية بس ده نار على هدوء كده على الهادية الزبادي كده هو مشتعل ويشتعل وقابل للاشتعال بس على الهادية الزبادي عنيد هو شخص عنيد جدا وبيكره الست العنيدة ايو هاي مش ستة التقف معه ند بالند وعمره ما بيفوله رولز يعني هو مش هسمع الكلام غير دماغه هو بس يعني عشان تخليه يعمل حاجة لازم تقنعيه اما اني انت تكوني معتمد ان هو هيسمع كلامك او هيمشي ورا كلامك او يبقى فولور لك الرجل العرب ما بيعرفش يكون فولور هو القائد الاول وهو decision maker فبالتالي هم باخدش اوامر من حد ما بيسوعش كلام حد عنيد 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 ما بيحبش الست العنيدة على فكرة وكمان ما بيحبش الست السهلة يعني هو مش بدي بيحبش الست المدلوءة لو انت عايزة تشدي ورج العرب ما يفعش تكوني ست سهلة لازم يكون صعب الوصول اليك بس تكوني رومانسية مع راش تعمليها ازاي بس تتصرفي بقى يعني موت 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 اشتركوا في القناة استحالة ثم استحالة ثم استحالة تقابلوا راجل عقرب مش عميق او سطحي هو مش سطحي خالص بالعقس هو شخص عميق وبيحب كده يتواصل مع السول يعني مع روحك يعني مش مع شكلك بس يحبك تكوني جميلة وأنثة ومتقلقة وجسمك حلو بتعرف تلبسي حلو يعني الراجل عقرب من رجالة اللي بيحبه الست الشيك الحت اللي بتعرف تلبس بشكل يبين أونتتها ما يحبش الست الأوفر يعني هو حبش الميكاب كتير ما يحبش الأوفراء لأنه هو غيور جدا جدا ولو انتش ست أوفر ولبسك أوفر مبينة جسمك ويعني مايكاب أوفر أوفر هيبعد عنك لأنه ما بيحبش الحاجة الأوفر وبيحب الشخص اللي يكون على طبيعته لأنه هو شخص طبيعي جدا عن فكرة العرب مش مغرور مش من الأبراج المغرورة إطلاقهم العكس هو شخص في منتهى التواضع وشخص رحيم كده عنده إنسانية وهو بيكره الست المغرورة وبيحبش الست اللي شايفة نفسها واللي بتكلم عن نفسها كتير وعندها حالة يعني ما بيحبش الست اللي عندها غرور وشايفة نفسها وبتكلم عن نفسها كتير بالعكس هو بيحب الست المتواضعة الdown to earth كده وبيحب الست الطبيعية اللي مش 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 يعني مع برج العرب خليك على طبيعتك ما تكونيش شخص تاني وتقوديش تمثلي هو محبش الحاجات دي خالصة وبيحب الشخص اللي قدامي بيبقى على طبيعته بيحب الشخص برج العرب رجل برج العرب sexually oriented يعني موضوع sexual relationship دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة له فهو بيهتم بالست اللي بتعرف to approach him في الحتة دي بغض نظر عن الموضوع دي قولولي يا جماعة انت تتتفقوا معايا ولا لا قولوا يتفرج علينا سين انتو برج ايه طيب نرجع تاني الرجل برج العرب هو راجل برضو من الرجالة يعني عشان تكسبيه لازم تكسبيه سقطه في البداية لازم تخليه يثق بيكي هو كمان مش بيحب الزن يعني ما تبقيش ست زننا تعطي تجري وراه وتزني عليه بالعكس خليك تقيلة معايا وخليك بس تقيلة وبس تهتمي مش برضو تقيلة ما تختفي يعني رجل برج العرب من الرجالة اللي واثقة في نفسها جدا جدا عنده ثقة في نفسه بلا حدود بيعرف متحدث بارع جدا بيعرف يتكلم محبوب شخص محبوب عنده صحاب كتير اجتماعي هو شخص اتراكتف يا جماعة جذاب جدا جدا شيك كده يعني لا هو شخص ودمه خفيف عمركم ما هتقابله راجل برج العرب مش دمه خفيف هو بيحب السفل دماء خفيف عشان هو دمه خفيف بيحب الهزار بيعرف يهزر بطريقة طبيعية عنده النقطة مش هو يعني ناسا ما بيحاولش يتصنع النقطة لا هو دمه خفيف وبيعرف ازاي يهزر انا من عشاء برج العرب بحبه جدا جدا ويبخت من حياتها راجل برج العرب لانه هيبقى حنان عليها جدا هيبقى بيغضق عليها بالحب والحنان والاحتواء هو شخص بيحتوي جدا جدا انسان طيب هيهتم بكل تفاصيلك هيهتم لما بيحب بجده بيهتم بجده بيهتم بكل تفاصيل الست اللي معاه وتبقى هي حياته ويبقى مخلص جدا جدا لما بيعرف الحب لانه مش عطيت يعني هو امرأة واحدة تكفي عنده لو هي مالي عينه شكرا بحبوك وقولولي الكلام ده فيتطفق معاك ولا لا قولولي فعلا بتلاقي الصفات دي موجودة في راجل برج العرب ولا لا تانكيو باي باي مع السلامة تانكيو 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 باي مع السلامة